بسم الله كتاب بورتوكولات حكمية سهيون كتاب تقريبا ما فيش حد ما اراهوش او ما سمعش عنه وترجم تقريبا لاغلب لغات العالم وتنشر بطرافة ضع جدا ومن ضمن الحياة السادسة على نشره في فترة الاخيرة ومسالسة الفارس بلاجواد بحسن النية طبعا الكتاب بيحكي ان في بعض الحكماء عطين خطة لسيطرة على العالم والخطة منشورة كانت حاجة سرية وبعد كده اتصربت بقصة طويلة كده لحد ما قادرت تفصل القصة ليس لها اي اساس من الصحة وكل الكلام ده كده في كدب الفكرة كلها ساعة الثورة الروسية على الكيصر رجال المخابرات هناك حبل ويقول للشعب لا ده الثورة دي بش ثورة روسية فزي ما عملوا عندنا في مصر قاعد يقول لك احنا قبضنا على الناس معهم جوازات فلسطينية واردنية وكلام ده كله ودي مامرة ايرانية وكلام ده كله طبعا الكتاب ده وقال لك احنا كتاب ده لقناه وكتاب ده فيه برتكولات للسيطرة وان الصورة دي ليست ثورة روسية وانما اليهودون من اللي عملينها وكان فعلا في بعض اليهود مشاركين في الثورة عادي كجزء من الشعب زي ما صورة الفرنسية كان فيها جزء من اليهود وصورة كتيرة جدا بيشارك فيها يعني صورة مصرية الشعب اللي موجود تصور بيها ما ما منفرقش بين ديانة او او اي حزب او اي حاجة خالص اللي موجود بيشارك في صورة على الظلم فهو المخابرات الروسية عملت القصة ديت وكتبوا كلام سازج بعد كده بدأ لما ترجم الفرنسية بقى الناس كاتب محترف بدأ يسيغ بعض العبارات وبدأ كاتبوا ترجمات اللي بات لغاية العالم طيب احنا هنفترض ان الكلام ده حقيقي طب اللي هو حقيقي ليه كتبه بالروسية يعني انت في روسيا وتكتب بالروسي طب ما انت مفروض تكتبه مثلا بالعبري لان انتو مفروض هاخامات كبار ودرسين عبري ولغة مقدسة عندكو فمفروض تكتب بيها بحيس ان محدش يفهمها غيركو ولغة ما كانتش منتشرة وحتى الان قولها الاول اللي باهتمه بان هو يدرسها انا الحمد لله بدأت فيها بس ما كملتاش البرتوكولات ما تفهش اي علاقة بالتلمود او الطوراء او يعني اللي كتبها معراش الطوراء او التلمود ولا مرة او العادة القديم فبكتب من دماغه مفيش يعني تلقائيا لو واحد من الناس رجال دي دي لهو دي اللي كتبها تلقائيا هيكتب بعض المصطلحات اللي موجودة في الطوراء او التلمود انها ما فيش اي حاجة من حاجات دي موجودة مفيش اي ذكر دولد فلسطين مفيش ذكر الاي احداث حصلت من ساعة مكتبة 12 لغد الوقتي تمام فهو باين ان هو واحد بيسيغ الاحداث اللي بتحصل بطريقة سابقة شوية اللي بيحصل يعني هو بيتنبأ يعني زي ما تشاف القصة سازجة جدا من ضمن الناس اللي اكدوا تماما انها غير حقيقية الدكتور عبداللهاب المسيري وده رجل متخصص في اليهودية احنا منستشت بله ان هو رجل متخصص وراجل فاهم وعد طول حياته يقرأ في الكتب اليهودية قالك ان ده خرافة طيب ايه خطورتها؟ خطورتها ان فعلا لو كتاب دحقيي وهم مسيطرين وهم اللي عارفين احنا مش قدر نحاربهم احنا لازم نستنى نستنى حد ما قتلونا من غير ما نتكلم لان هم اقوى مننا وناس عندهم سوبر هيرو وناس عندهم كدر على التنبؤ على المستقبل وصناعة المستقبل لا هم الناس عندنا وبيخططوا بس عادي لو احنا خططنا هنقدر نعمل خط احسن منهم ونقدر ننتصر عليهم كفاية ان في بعض الشباب الصغير بدون اسلاحة او بدون اي معونات قدروا ينتصر عليهم في غزة وقدروا ينتصر عليهم في لبنان فالموضوع بسيط ان انت تقدر ما تخافش منهم ان هم الناس عادية خالص ولو هم كانوا اقوية كده كان زمان هم ساتروا على الدول العربية دي في ثواني ايه البرتوكولات دي بتفيدهم كان هم مكتبوهاش بسيط كان انك مثلا ايه واحد ينشر عنك اسطورة ان انت رجل خارج وان انت ضربت عشر رجالة مرة واحدة فانت فرحم بالكلام دوت وكلام ده بفيدك ان انت بيعملك شعبية وبيعملك سيت حوالينك وبيعملك هالة كده من القوة فانت فرحم بيها انما في الاخر لو لها دي الشرط معلك انت ستعرف ان انت شخص عادي وانك زيك زيهم فالبرتوكولات محدش تصدقها والبرتوكولات ليس لها اي اساس من الصحة وكلام هتلاقي متناقض ملوش اي قيمة هم زينا زيهم هم بيخططوا لو احنا خططنا انتصر عليهم هم بيكيدوا لازم احنا نكتلهم هم بيجهزوا احنا لازم نجهز وهم نسعديين زينا زيهم هم آلهة ولا احنا حيوانات احنا بشر هم بشر هم عندهم دولة احنا عندنا دولة لازم كلنا نسعى ان هم نسعدي واحنا نسعديين وان شاء الله الحق يرجع لاهله وان شاء الله ترجع فلسطين دولة حرة وترجع الدول العربية حرة وقوية ان شاء الله